حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار رعبية في طريقها إلى المملكة والتفاصيل بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير من المنتظر مع ساعات ما بعد العصر ومساء اليوم الخميس أن يبدأ تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة هي الأولى من نوعها في هذا الموسم حيث ستنشأ حالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة امتداد منخفض البحر الأحمر من الجنوب في طبقات الجو السطحية بالتزامن مع اندفاع لكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا ويبدأ ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة في سماء المدن الأردنية بدءا من الأجزاء الجنوبية لتصبح سحبا ركامية رعدية بمشيئة لا تترافق به طول زخات من الأمطار قد تكون غزيرة محليا أو في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة ومع مرور ساعات الليل يتوقع أن تحصل مثل هذه التطورات للسحب الركامية في سماء المدن الأردنية الرئيسية بما في ذلك أحياء من العاصمة عمان وكما هي العادة في حالات عدم الاستقرار الجوي يكون توزيع الهطول المطري غير منتظم وعشوائي الطابع وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة في بعض المناطق كما لا تتسم الأمطار بالاستمرارية المتواصلة كما هو حاصل بالمخفضات الجوية بل سيكون التقس متقلب جدا ما بين وقت وآخر ومنطقة وآخرى بمشيئة الله هذا ويستمر تأثر المملكة يوم الجمعة بإذن الله بالأحوال الجوية غير المستقرة بحيث يكون التقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق ومتقلب بين صحو وغائم جزئي أحيانا وتبقى الفرص مهيئة له طول زخات محلية رعدية من الأمطار بشكل عشوائي في المملكة وبخاصة المناطق الجنوبية والشرقية منها ويوصي تقس العرب من خطر تشكل السيول في نطاق جغرافية ضيقة وعشوائية مثل مجاري الأودية والمناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية والشعاب الصحراوية نتملل السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب تمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري